رقم ثلاثة ده اسهل واحدة فيهم. الليميت. ايه اللي بيوقف في الفنتيليشن? ايه حاجة اللي تقول الفنتيليتور بس عندك انت راح فين? انت هتقعد تدي العيان نفس طول الحياة? اكيد لا. اللي يقول خلاص انت وصلت الى هدف بتاعك. انت وصلت للماكسيمم بتاعك عامل الفنتيليتور. فالي اجابة سهلة جدا. لو انت فهدفك انك توصل لتارجيت فهدفك انك توصل لتارجيت فوليوم. وكلمة السيرة ايها فوليوم اللي احنا سميتها ده فوليوم اللي احنا مزبطين عيانة عليه. لو انت فانت بتقوله ديني معين. فلو وصلت لهذا بخلاص انت وصلت اللي انت عاوزه. تاني كده كلمة من الكلمات الغير ظريفة بالنسبة لي. يا عمم انت برضو اللي ما بتعمل اللي انت بتزبط العيان عليه ده فعشان كده تحس ان كلمة تزويق للكلام في غير محل وخارص. انا اللي يهمني لو انت عامل كنترول. لو وصل لفوليوم اللي انت مزبطه في البرامتر بتاع الفنتيليتور فانت كده هتوقف. ده الليمت بتاعك. يعمل الفنتيليتور. ولو انت على ده اول ما توصل ليه اللي انت مزبط العيان عليه في البرامتر بتاعتك هتوقف يعمل. بس خير اسم مضوع عليك. ايه بقى الرسمات اللي تحت? ده توضيح للكلام اللي انا قلته. ازاي? تعالا ما اديك كده الرسمة الاولانية دي. قولي الرسمة ده برا عن ايه? عشان كده بقولك لازم تكون مزاكر موضوع ده علاقة من ده كده كارف. بتقول لي انت على وبالمناسبة يا شباب لما اقول ده مش معناه ان ده كل ده الاشهر. ممكن نقرأ بالصورة شوية نقول خمسة وطمانين في المية من انا ستاسي دي شغال بيهم. طبعا فيه تانية كتير اوي اوي اوي. كل ما بتاعك يكون متقدم اكتر كل ما ناس كتير. بعد ما تطقن ركوب العيان بالمود المختلفة دي هتحتشتغل بيها. مش هتلعب في خانة فقط. بسبب كلمة على الاغربية. نرجع للرسمة تاني. طيب الرسمة دي كان بتعبر عن ايه? ده كده بتاع الفنتيليتور بس كان نبصين عليها من زاوية العلاقة بين صح? لا لا. انت بتقول للعيان اديني ان وليكن عشرين سنتيمتر وطر. فيبدأ يزيد 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 غيرتها من اوصل للعشرين. ساعتا انت وصلت للليمت بتاعتك الخلاص انا كده وصلت البيك وصلت الماكسيمون مش هدي تاني. بان انت كده وقفت في الحتة دي. وقفت ايه? وقفت ايه? وقفت انس بايريشن يعمل تمام? هقول لك لا مش تمام اول. مش دايما الليمت انت امت وقفت الانس بايريشن? لا. الليمت تعريفه انت امت وصلت للماكسيمون بتاعك يعمل فنتيليتور. هتقول لي ما هنا الماكسيمون هقول لك ما في رسمات تانية. ممكن اوصل للماكسيمون بس ما وصلتش لليهات الانس بايريشن. وهوريك الكلام ده في كيرفات تاني. طيب. هتقول لي طيب ما هنا انت في نفس النقطة ديت از اطايم. نفس نقطة الليمت از اطايم. انت بدأت اولك صحي. انا عملت قلت لك ايما انت ممكن يكون هو هو نفس لو ما عندكش نهاية هنا كانت هي بدأة هنا. بس دي بنسميه الليمت. الليمت خلي بالك يا جماعة نقطة اطايم. الليمت تانية خالص. اسمها لو انت بتقول له الديني معين. او لو انت بتقول له اديني معين. تمام? حلوة جدا. فيه ناس يقول لك بلاش كلمة نقول ماشي يا سيدي. ما عندش مشكلة. تعال بقى اديك تلات رسومات في حالة ونشوف في كل رسمة الليمت بتاعنا كان فيها. الرسمة الاولانية كان بتعبر عن علاقة بالتايم. تاني بس المرة دي الموت كان لو فاكر كان فيه انسبارات ريبوز هنا وقلت لك تبتدي فلو فلو فلو. بعدين تقف فيبدأ الهوا يتوزع من الارجي الى بسموني اروي بيما فيها الالفيولاي. عشان كده الوصل لي بيك بعد كده ينزل ومشي از بلاتو. لو فاكر الكلام ده كله. صح? طيب. خلي بقى لك التارجت هنا. الناس كده بيطلقبت في حتة دي. التارجت هنا. اذا كان بريشار ولا فوليوم? لا. الموت اسمه فوليوم كنترول. يعني انت العين على طيب ده فوليوم معين. ولكن انت هنا كنت بترسم علاقة مع الطايم. طيب فين بقى يا سيد الماكس من اللي انت وصلت له? في الرسمة دي. ده اكتر فوليوم انت وصلت له. هنا انت العين بتاعك ادى الخمسمية ميلي يا عزيزي. بعد كده بده يتوزعه ازاي? في الاسمه الاروي ويدخل على الالفيولاي ده مش شغلناتنا. المهم هو ده الليمت بتاعنا. ده اللي بتاعنا. امتا وصلت لأعلى حاجة في الانسبيريشن? مش هتقطر عليه. مش هتتعدها. كان في النقطة دي. دي نقطة مهمة يا عزيزي. فكما كنت بقول لك مش لازم ديكون الليمت امتا انهى الانسبيريشن? بدليل. هنا يا عزيزي انت وصلت لأعلى طايمة انت مظبط العين عليه. لكن هنا كانت نهاية الانسبيريشن. هل الليمت قلت لك عليه انه امتا بينهي الانسبيريشن? لأ قلت لك امتا بيوصل لأعلى لأعلى. هو عايز يديها. الفاليو هنا اسمها طايمة ده فهمت? طوله طب ما كيرف ليه كده? لان كيرف ده مش باصص على الفوليوم. باصص على بطايم. للمرة العشين بقول لك عليه. فليقول لك هنا الليمت? لا. هنا كان بداية لكن هنا كان الليمت يا عزيزي. اعلى اعلى فوليوم العين وصل له. اللي هو طايمة اللي انت مظبط عين عليه. لما نبص على رسمة اللي جنبنا. انت لسه في فوليوم كنترول دي بس عامل علاقه بين الفوليوم والطايم. قول لي يا سيدي اعلى فوليوم ما احنا وصلنا له. هم اللي قعد ندي فوليوم غيرت امتا? اعلى فوليوم وصلنا له هنا. هنا اصلا كان بلا تو. فاذا قلت لك الفاليو بتاع الليمت هو هنا فوليوم. فالفوليوم اللي احنا وصلنا له كان هنا. واللي اكل مسلا خمسمائة ميلي ده 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 اللي خلى بتاعك يقف. المرة دي انت عامل علاقه بين فوليوم وطايم فكانت شكلها كده بلا تو. الاحسن هنا انك تخليه في الاندو اف انسباريشن. اش معنى? لان الاندو اف انسباريشن هو هو نفس الفاليو بتاع الطايم ده فوليوم بتاع النقطة دي. لان قلت لك الليمت از افاليو. اسمها فوليوم او بريشر. انت بتوصله. تعال هنا يا عزيز. كيرف تالتي عبر عن فلو. تايم كيرف. الجزء اللي فوق كان انسباريشن جزء تحت. زي ما شرحنا قبل كده. ليه الحتة دي موجودة? احسن دي الفلو اصلا كان عبارة عن فوليوم بير طايم. طب انت يا سيدي الليمت بتاعك ايه هنا? فوليوم معين. انت مزبط العيان عليه خمسمائة ستمائة ربعمائة وخمسين ميلي ليتر. اي ان كان. امتة وصلت الاعلى قيمة? على خانة الفلو الوقت يضمنوا فوليوم جواه? كان اعلى قيمة هي النقطة دي. النقطة دي. سواء بقى جيبتها في الطايم ده او الطايم ده. بس الادام هي نفس القيمة في جزء من الانسباريشن او في اخر يحبوا يخلوها في اخر يقول لك الليمت النقطة دي. فهمت الفكرة? طيب. فهمت ايه من الرسومات اللي فاتت? اها اقول لك اختصار جميل جدا. بص يا جميل. ده عبارة عن اسمها او حسب انت مزبط عيانك على اي مود. طيب. وقت الليمت. والله لو في اختلاف ما بين الستارت اوف انسباريشن. والاند اوف انسباريشن. كما هو الحال في الوضع ده. لا يا سيد اخد اعلى قيمة لك كفوليوم زي ما هو في الكيرف ده. اما لو ما فيش اختلاف بين وقت بداية ونهاية الانسباريشن. خليك احسن في نهاية الانسباريشن. طب. مين اللي بيحدد لي ان في اختلاف ما بينهم ازا طايم. حسن من تباصس على الوان ميكانيك البريس من اي زاوية. علاقة بريشن وطايم بانت كده بتتكلم على بريشن وطايم كيرك ولا علاقة بطايم ولا علاقة بطايم. وتفاصيل الكلام ده طبعا نتشرح كتير في موضوع تمام? طيب. اللي يهمك امتى العيان بيوقف الضربة طايدة طايدة بوليوم معين بنوصل له. وهنا احنا نزبطين عيان عليه بنوصل للليمت. بقى الليمت بقى باديو اسمها فوليوم او بريشن. لكن الكيرفيس اللي احنا خدناها كانت بتقولينا امتى بنوصل للليمت ده حسب انت عامل علاقة بين مين ومين? حلو جدا. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفة سحرية على طبق من ذهب ساعدته ينجز. لما نوصل لاخر كمبونت معنا في ميكانيك البريس خلصنا الانسبيريشن امتى نبدأ? امتى بنوصل لأعلى? فاديو اسناء الانسبيريشن السؤال التالي بقى امتى هنقلب من الانسبيريشن الى اكسوبيريشن? القلبة دي يسميها سايكلينج. هنبدأ نعمل دايرة من ان الى اكس. فاولت لك اغلب الاجهزة بتبقى تايمد سايكلينج واحيانا بيبقى فلو سايكلينج. عشان كده عامل لك هنا تقاتل ستار وهنا ستار واحدة بس. هتقول لي يعني ايه تايمد يعني ايه فلو? مبدأين كلمة تايمد جات معنا قبل كده في التريجر لو انت فاكر ايه بالضبط مش خلالها زاكلاتك حلوة. منعملها ازاي? انت بتبقى مزبط حاجة اسمها اي اي ريشيو. وده اللي بيخلي الجهاز يقول خلاص وقت خلص بدأ وقت فيحصل. طب انا عايز مسال. تعال انا سيدي اديك مسال. هنفترض معك ان الوقت بتاع كان ست سوال. وانت عامل اي اي ريشيو واحد لاتنين. ومش عامل انسبيرات ريبوس. طب عارف ده معناه ايه? ان ياخد سانيتين والاكسبيريشن ياخد اربعة. ده كده حافظت على الاي ريشيو واحد لاتنين ومتجمعهم على بعض يديك ستة سوال وقت السايكل الواحد. انت كده بتقول الجهاز ايه? بتقوله بعد سانيتين بتوع يا حبيب اخوك. وقف لا. كده غلط. لك اتعرف خطة مش باصص على هو باصص على ايوة ايوة ابدأ ايوة 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 هتقول مش دقيق اوي مية في المية. واحنا عايزين كلامنا يبقى ضق. احنا في السايكلنج عين على بداية الاكسبيريشن. طب اقول لي معلش كده انت بتحب يتفاهمني كل حاجة. يثبت لي. فاكر في الفوليوم كنترولد لما كنت بقولك العيان بياخد من الفنتيليتور. وبعد كده بيقف الفنتيليتور. انت عامل انسبيراتري بوز. الفنتيليتور في الوقت ده وقت الانسبيراتري بوز في الفوليوم كنترولد مش بيدي العيان اي حاجة. يعني لكن انت لسه ما بدأتش المرحلة بتاع تديك دليل قاطع ان نهاية مش دايما هي بداية صح ولا لأ? حلو جدا. عشان كده كلامنا بقى احلى ازاي? نقول بعد من خلص اللي انت بزبطه في الاي ريشيو يبدأ يفتح اللي هي كلمة يبدأ اللي هي كلمة يحدث. تمام? حلو جدا. ادي يا سيدي. حسب الاي ريشي. ايه بقى حكاية الفولو سايكلنج بعض الاجهزة الاخرى بتعمل سايكلنج بترعة تانية? ازاي? يقولك احنا في الفولو بتاعنا مش طالع على طول ولا نازل على طول. الفولو بيجع لي وقت يزيد ويقل. الفولو بقى لما يقل في مرحلة الانسبيريشن. لما يقل الغطة ما يوصل لخمسة وعشين في المية من امته بتاع الانسبيريشن. عارف ايه يحصل? لا احنا كده بنجهز الانسبيريشن يبدأ الانسبيريشن يفتح. ونبدأ سايكلنج. فتحة الانسبيريشن يكون انت تخلص من اخر شوية في الفولو. يعني خلصت الانسبيريشن. وبعد كده هتبدأ وانا كتب لك الكلام بامثالة. اف. الماكسمم اللي الجهاز كان بيدي للعيان. كان اربعة لتر برمانات. واحنا بنيدل الاربعة لتر. مش من الاول للاخر ماشينا اربعة لتر. انت بيزيد وبعد انت قل. لو انت قلت قاعد اقل مسلا. الاربعة بقى تلاتة اتنين. كده كده الفولو لازم يقل. ما فيش فولو يا جماعة بيقعد يستمر مدى الحياة. وصلت لغيط خمسة عشر في المية من الاربعة. عارف يعني ايه ربع الاربعة يعني انا ما حدلت. اول ما الفولو سنسر قول انت بقيت يعمل بتدي فلوه بالمقدار واحد لتر يبدأ يا عزيزي. الفولو سايكلنج مش كامل ليوز فيه اجهزتنا زي العزيز. تعال انا بقى تديك كده يا رسوماتو. تعالنا نفكر فيها مع بعض. ايا كان المدقف و ايا كان العلاقة بين مين و مين. قولي سايكلنج فين. نقطة سايكلنج. ده الاسباريشن وده البداية بدأ نقطة سايكلنج. طيب. ده الاسباريشن وده البداية بدأ نقطة سايكلنج. برضو بريشار تايم كير بس يبدو المرض ان ده بتقب بريشار كنترول دين اتريشن او فوليوم كنترول وزاو لو فاكر. طيب ده علاقة ما بين الفولو والطايم. حد شاطر يقول لي بتاع اي مود. هل ده اللي كان نازل ده. كان بتاع صح. انت شاطر بتاع بريشار كنترول دي من تريشن. امتى حصل سايكلنج بداية كان هنا. اهو. اهو يا سيد. فده السايكلنج كان هنا. ده نقطة السايكلنج. جميل جدا. بس يا عزيزي. كده انا خلاص معك. الجهاز بيبدأ امتى? اسمها تريجرنج. الجهاز بيوصل لاعلى قيمة هو عايزة ده للعيان امتى? اسمها دامت. الجهاز بيبدأ يسمح بالاكسبريشن ويفتح الاكسبريات والعيان يفضي باسيفلي باي. اسمها سايكلنج. خدنا كل واحدة بالتفصيل وخدنا على كيربز مختلفة. اشوفكم على خير في الفيديوهات اجاب اذن الله. بتنسناش من نوع جميل القلب في حفظ الله. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخ لالماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط. يصنع وحوش التخدير.